هو يا مرحب بيك أهلا بيك نجيب لي الزحر نعملين نهاردة حلقة فيها تبادل أدوار يعني نعملين مواقع واصل فكرة أن أنا إيه قلت مرة بقى أخد بحق المشاهدين كلهم منكم من المزعين والله أنت جايج أن تنتقل مننا نية نية وحشة طيب طيب خلي ملك بالنفسك آه يعني أنت دائما تستطادوا الناس طيب نعملين أنا برضو عمل أقول إيه الحكاية إيه الحكاية فكويس كنت أحسألك لا أنا قلت يعني في سري كل الناس بتشوف كنت وجابين كل واحد وعملين تشراحه فيه ففرصة أن الواحد يجيبكو يعني وأنا هتلاقييني شرح وأنا معك شرح وأنا معك أنا الحقيقة آآ بحب الحوارات التلفزيونية أكتر من شغلي كمقدم برامج بيأخذ راحتي أكتر نعم ليك حق وأنا مقدم برامج ببقى داخل متوتر مشدود عايز أطلع من حضرتك كل اللي قدر عليه فبتبقى فيه إرهاق ذهني فظيع جدا ها دلوقتي جاي لحضرتك أنا مستسلم يعني افعل المات أشاهدك تفتقي الناس ليه كلها بتحبك يعني مش كل الناس بعض الناس لسه ما شفتش حد ما بتحبكش لأ الحمد لله بعض الناس وأقولك حاجة غريبة أستاذ نجيب إنه أنا أمي كان دعيالي بس هادي كل حكاية مفيش أي حاجة بس تمت دعيت لجامد قوي لا يعني هي الفكرة في إنه آآ ميش ذكاء وميش ثقافة وميش حاجة خالص دي حاجة كده ربنا سبحانه وتعالى يقول للشي يكون في يكون هو أراد كده دي يعني إرادة ربنا سبحانه وتعالى لو ما كمان بيقولوا القبول ده من عندها آآ 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 يعني الحديدة اللي احنا بنكلم أنا والستك قدامها دي أحيانا تحب وأحيانا تكره تلاقي حد رائع لكن قدام الكاميرا موقفه صعب جدا وحد يعني متوسط الصقافة ولا ولو وكلو ومع ذلك الكاميرا بتحبه بس أحيان برضو لـ اللـ الناس بتحبه وتحبه بُره الكاميرا وهو كاميرا يعني حتى في حقيقة ده بطبق بقى خط larاغпа فيه وفيه 1962 نال� الدانب أَو الكاميرا أنت أما بيبقّ معاك أداة زي كده ده سلاح ولا مش سلاح يعني سلاح عظيم سلاح عظيم طيب رأيك السلاح ده مكر يظلم طبعا طبعا وبنظلم انت زلمت حد كتير بس بدون قصد ومعرف همش مين معرف همش مين بس ممكن اكون مرة هجمت على حد مسؤول في موقع وقد يكون هو مش مزنق ممكن ممكن اكون تجهلت شكوه من حد من الجماهير بعتالي وهو عنده مشكلة كبيرة جدا لاني مفيش مساحة ان انا اعرضها ممكن ممكن اكون قلت رأي عن حد والرأي ده ممكن يكون غير صحيح لان انا مش مش عبقاري يعني يعني ممكن اقول رأي واطلع رأي مش صحيح انا بس الحقيقة اقول لساتك اكمللك انه انا لما بعرف باعتذر ودي تاريخي في الصحافة ده تاريخي في الصحافة وفي التلفزيون لما دي قوة الاعتذار دائما اعتذر رسمي انا باعتذر رسمي دي قوة على فكرة انا باعتذر رسمي اللي معرفش اعتذر ان يقول ان انا غلطت لا وده مسجل عندي في مجلة صباح الخير اللي في مجلة الكواكب لما كنت رئيس تحليلها في التلفزيون لما باعمل حاجة في حد واكتشف ان انا غلطت انا اعتذرت الهاني شاكر على شاشات التلفزيون اكتر من عشرين مرة رغم ان انا يعني غلطت في حقه مرة واحدة لكن اعتذرت اكتر من عشرين مرة لا ما هدي منشينة الاصلة انا شايف ان الاعتذار واجب ماينفعش بانك بتشوف تا دايما لما بتحصل غلطة في جرنان لحاجة نزيله الاعتذار في موراكة الشتيمة في السطحة واعتذار في السطرين دايما انا احب الاعتذار يبقى صريح والقانون بيقول في نفس المكان بنفس المساحة لا المهمة يعني اصلي هي شجاعة وبتعبر عن خرق يعني الواحد لما يغلط في حد انه يعتذر يعني انا زاك كده بمعبش انام بالليل لو حد يزعل مني انا غلطان يعني طبعا لو مش قلطة معا ايزعل يعني لا خلاص طبعا ما طبعا هو ده احنا بنزعل الناس كثير طائم الحياة كده الاستاذ لويس جليس ربنا ادي له الصحة كنت في صباح الخير وكنت بشت مختلف مع احد زملائي كنت صغير وقتها في بداية التمينات تتكلام ده فقلت له انا زعلان انه يزعل مني فقلت له قال لي شوف اذا كنت ناوي تنجح في حياتك لازم تعرف انك هتزعل ناس كتير وناس كتير هتزعل منك اذا كنت مش ناوي تنجح فحاول بقى ترضي كل الناس لنما بدم هتنجح في حياتك لابد ان فيه ناس هتحبك وفيه ناس هتكرهك فيه ناس هتزعل منك وفيه ناس هتبقى رضي عنك دي نفس حكاية حصلت لي برده كما هي واحد بيدرس في السويسرا وبعدين ايه احد دبانين اعشرين سنين عمالية يسقط ما بيخلص دراسته قبل فابو جي يزوره فانا راجل مصري فاكرمته بتاع فالأب صحبان عليها فحايز بقوله اي حاجة كويسة على ابنه بقى ميش حاجة في الدراسة تنفع فالترقها كبانك يحيا كل ناس بتحبه هنا مالوش اعداء خارس وصل لك دا hä اللي يبني يبني مالوش اعداء اللي مالوش اعداء ده يبقى ولي حاك ما بيسوه وعلا هو انا راييه انه هو منافق انا راييه ان يبقى منافق اه لا 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 انه هو عايز يقول اي انا احنا بس يتحدم علي يحيا اه انما اللي مالوش اعداء ده يبقى بيجامل كل الناس يبقى معندوش مشاعر لازم يبقى عندي مشاعر بحب ده وممحبش ده فيه غضب وفيه زاعة طبعا طبعا ظاهرت ان يعني ناس بيبتدوا في الصحافة وينتهوا في التليفزيون يعني انت طبعا بس انا ان شاء الله ان شاء الله مش هنتاي في التليفزيون انا حطملك القاعدة دي وحنتاي في الصحافة برضه ارجع ان شاء الله ان شاء الله لا ايه رأيك في التطور ده وهل كل من يكتب يصلح لا طبعا بس هو مش تطور هو حادث من زمان يعني عمنا الاستاذ رمسيس موجود في التليفزيون من 25 سنة وهو صحفي وفيد فاوزي اه حمدي انديل كان اصلا صحفي كتير كتير اسماء كثيرة في التليفزيون المصري كان انه صحفي حصل مع وجود الفضايات الكتير دي المحطات زي مساتك انشأت المحطك بس انت عملت فكري مختلف انما الفكري السائد كان وقتها ومازال انه عايزين حاجات جاهزة عايزين برنامج اقتصادي وعايزين جيب نجوم الاقتصاد في مصر فيجيب مين الصحفي اللي يعرف كل نجوم الاقتصاد اللي ممكن يرفع السماء ويكلم فلان يقول اتفضل يكلم فلان يقول اتفضل فالناس كلها تيجي بالاضافة انه عنده خبرته وعنده معلوماته الكاملة عن هذه القضايا اللي خاصة بالاقتصاد فبيجيب حد جاهز ما عندوش وقت يطلع النجوم فبالتالي اختاروا الصحفيين اه جابوا الصحفيين الصحفي اه يعني كان استاذ مجدمهن الله ارحمه صحفي السياسي كبير الله ارحمه دخل اول ما دخل جاب رئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء والحكومة كلها جات لمجدمهن تسجل معه واتكلم معه منتها الصراحة ومنتها الحرية طبعا ده لو جبت مزيع جديد بس ارأي الله ارحمه كان صحفي كان اقوى منه كان مقدم براك يعني انا كنت المقال بتاعه كان يهز والمقابلات في التلوية لا انت حضرتك بتكلم على القبول يمكن فيه كلام نتكلم انما لكن في الكلام ما يقوله مجدمهن انا بتكلم على القبول انا بيعانيني المجمون لا المجمون طبعا كان دائما قبلها صح صح التعامل مع الكاميرا ده مش اي حاجة ده موضوع تاني طب لما انت اتجهت الاعلام وبتريدت في الاعلام اللي ما يسمى الاعلام السماي حكومي يعني اللي هو نص نص عزال بيت بيتك ده بيحصل ان حصل عليك ضغوط سياسية مثلا وانت في مكانك لا احنا عايزين بقولك ايه اقولك الصراحة اقولك الصراحة وانا سامع كده وكده انك انت بس انا عايزين لك انك ما تكررش حاجات الموزياد كتير لانك انت وشك لطيف وممكن تسرق منها الكاميرا فكفاها عليك شغلك والبيزنس بداعك والفلوس اللي عندك كفاها عليك الله لا اعزا ما تقولك ده انت خمي الاربعة كده اه هو الحقيقة يعني حصل بعض المناوشات وده انا قلته للسايد الوزير انا سرفقي في حواري معها في تلفزيون لما قال لي هو طبعا بيقول كلام احنا على الهوى فقال لي انا عمري قلتلك ملاحظات على شغلك قلت له ايوه مكانش مكتنع ما استقدق ابدا ان انا حقول له لا المفروض ان انا اقول له لا يعني مجاملة انو اعنا عليه فقالت له اه حصل فبيحصل ملاحظات لكنها ليلة جدا اه بسيط اه انا بشتغل مع مجموعة البيت بيتك المنتجين هما بيتحملوا صدمات عني انا بشتغل واروح على بيتي انا بشتغل واروح على بيتي والله الصدمات بتاخد الكل فتك لا انا مرتوصلنيش بقى الحقيقة انا موصلتنيش حاجات غير حاجات بسيطة جدا انما الحاجات الكبيرة بيحصل انهم بيكلموا منتجين البيت بيتك على اساس ان البرنامج ده مش برنامج تبع التلفزيون المصري ده برنامج خاص بمهدى للتلفزيون المصري فبيكلموا صاحب البرنامج خلوا محمودي للمنفسه خلي محمودي يبطل خلي محمودي يعمل كذا كذا بعد شوية وبعدين بس هو مفيش اعلام من غير منوشات ميبقاش اعلام يعني ميبقاش حتى بقى مفيش فيه هو عشان كده الوضع الاعلامي المصري فيه خطر يعني خلا نتكلم بصراحة انه الفضاء المصري او الاعلام المصري مش موجود في الفضاء خالص يعني للأسف الشديد يعني مصر مش موجودة مفيش فضائية مصرية يعني شيء مغزي ومحزن انه اللي بينجحه الفضائيات العربية مصريين نجوم الفضائيات العربية مصريين وفين الفضائية المصرية مفيش ودوة يعني ملوش حل غير انك انت تتعالي اسقق في الحراية ملوش حل تاني لأس كمان الكادر الحكومي والإدارة الحكومية دايما بتبقى يعني زي ما تقول بتقلم الإبداع يعني فأقلوا صورة منها غير البيروخراطية والحاجات دي وكذلك خلص سأنا جيب لي الإحصائيات دلوقتي بتقول إنه فوق الستين في المائة من الشعب المصري عنده دش أو عنده الكابل دوت والبتالي الحاجات دي سنتين كمان حيبوا تمانين في المائة خلص هتعمل إعلام كويس؟ هيشوفوك مش هتعمل مش هشوفوك مفيش بقى الظرف الحكاية دي لأنه الناس ممكن تجبرها على أشياء كثيرة ما أنا داما أنا قلت حكاية فاكرة كنت عندك بتالي في المائة وقلت الريموت كنترول ده أدات الديموقراطية مش عاجبك حاجات دوش ستطلع